اشتركوا في القناة مازال موجود بالعقرب لغاية ساعات المساء بعدين ينتقل للقوس اغلب اليوم راح يكون هو في منزلة القلب يعني من الان لغاية ساعات الصباح راح يظل موجود في منزلة القلب وهي للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبعدها راح ينتقل لمنزلة الشوالة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح وبرضو للخراب والتسليط طبعا القمر بما انه راح يكون موجود بالعقرب اغلب اليوم فعشان هيك هي منكون خلال هذا اليوم منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر ونبتن رح تكون فيه تمام الساعة وحدة و 47 دقيقة فجرا وهاي بتعزز الخيال الخاص بيقوى الحدس وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي فيعملوا في مجالات ذات صلة زي فن ديكور تجميل اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة وهي من الزوايا اللي بلش يشكلها عطارد مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي مع المشتري مع بلوتو مع زحل فاليوم زاوية تربيع سلبية مع بلوتو رح تكون ورح تكون فيه تمام الساعة و 21 دقيقة صباحا وهذا بدفع لاشخاص للكآبة والشعور بالهم او شعور بالذنب وبيزيد العناد عند بعض الاشخاص بسبب نزاعات شديدة مع المحيط وازمات قلبية باسبابها بتكون عصبية او حوادث عن طريق النار بدول على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة او ازدياد حوادث العنف والعدوان وبيتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرات سياسية تحاك في الخفاء او كانت تحاك بالخفاء وفيه احتمال لوقوع امور الها علاقة اما بالزلازل او بالحرائق بالفترة هاي وطبعا بما انه عطارد وبرضو اله علاقة ببلوتو وهدولة اتنين يعني بيسلط الاضواء على المشاكل الصحفية او الاقطاء الاعلامية او التصريحات او الاشياء اللي بيصير فيها لغط عن طريق الصحافة والاعلام اكثر وبرضو تخاذل او يعني اهمال من بعض المؤسسات الاعلامية بالتركيز على مسألة ما وبرضو كشف اشياء لها علاقة تزوير بالتاريخ او هجوم يعني صحفي باتجاه شيء مغلوط اساسا يعني بحاوله يقنعوه باشي انه هو صحيح وهو بالواقع غلط اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة 7 او 6 دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة 11 و50 دقيقة ظهرا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وهاي راح تكون في تمام الساعة 4 و31 دقيقة صباحا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة 6 و12 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 6 و12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 7 و31 دقيقة مساء يعني معدل تقريبا ساعة وربع وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وطبعا بعدها مباشرة بصير القمر خلاص استقر في برج القوس يعني الساعة 7 و31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بصير القمر استقر تماما في برج القوس طبعا بما ان القمر رح يكون موجود بالقوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 23 تسعة رح يبدأ في تمام الساعة 5 و31 دقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة 11 و15 دقيقة مساء لينتقل بعديها لبرج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر القمر ولادته الهلال الان اصبح يعني هلال واضح عمره 4 ايام في تمام الساعة 7 و41 دقيقة صباحا بيصبح 5 ايام نسبة الاضاءة بتصير 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في العقرب ورح ينتقل القوس في ساعة المساء زي ما حكينا ورح يفضل في القوس لغاية يوم 23 تسعة المزاج اليوم سعيد لانه زي ما شفنا كل الزوايا اللي مع القمر ايجابية عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج منتحس بنسبة عالية جدا يعني بتصل لستين في المية بسبب الزوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي الزهرة في الاسد حتى يوم 12 اليوم المزاج بصير سعيد لانه فك تقريبا الزاوية ما بينه وما بين اورانوس المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة تصل لاربعين في المية وطبعا بلشت ترجع الزاوية المنفصلة ما بين المريخ وما بين بلوتو ما بينه وما بين زحل فعشان هيك احداث العنف او الحدية او اللهجة الحادة رح ترتفع وطيرتها بالفترة الجاية طبول الحرب ممكن انها تقرع تهديدات نوع من انواع العنف الحرائق رح تنشط بالفترة هاي التقلبات على مستوى الجو رح تصير بشكل سريع وبرضو ممكن يتخللوا بعض العنف يعني الاجواء شوي رح ترجع لنوع من انواع الحدية والاشياء اللي اللي لها علاقة بالنيران اما بالنسبة للمشتري المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 فكت الزاوية التربيع اللي كانت مشكلة فعشان هيك المزاج بمين لممتزج لانه شويه التراجع هو اللي بعطيه شوية سلبية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الاجواء طول اليوم رح تظلها برضو مثل الامس يعني الفكر مشغول في امور حسابية او حسابات او وضع مالي معين او تدعيم وضع مالي او نوع من انواع المساعدات او الاجتهادات المالية هي اكثر شيء رح يتركز عليه طلت النهار في ساعات المساء الاجواء بتصير احسن لانه القمر رح ينتقل وصير في بيتك التاسع فهذا رح يدعمك شويه يعطيك نوع من انواع النشاط بتحس انه صحة حسنت وبرضو رغبتك على الانطلاق يعني او الحركة او الاتصالات بتصير اقوى فعشان هيك التركيز طول النهار رح يكون على المسائل اللي الها علاقة بالوضع المالي اه وهي بتتركز برضو على البيت الثاني اللي اورانوس بيجيب لك بعض المفاجآت المالية او بعض الحلول او بعض الافكار او الاهتمام في مسائل لتطوير او تحسين الوضع المالي اهم اشي انه زي ما حكينا انه الفترة هاي بتدفعك لنوع من انواع الصرف لانه في حدية او في شوية عصبية او الملل او الاحباط اللي بسيطر على بعض موليد الحمل هو اللي بدفعهم شوي للمصاريف او لشراء اشياء ممكن انها مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء طبعا يعني بدك تكون منتبه من العصبية اثناء الحوارات والنقاشات وما تحاول تفرض رأيك التزم يعني ضبط النفس اهم شيء اللي عنده امتحان او مقابلة في ساعات النهار بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وانتبهوا اثناء تنقلاتكم واثناء حواراتكم او جدالاتكم في منك ورح يكون له تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن تصلوا لبعض الاشياء الايجابية او التقريب في وجهات النظر او التواصل مع افراد العائلة او عمل اشياء او مهام او واجبات منزلية او عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء ما زالت تحمل نوع من انواع التحسس في رغبة للتقرب من الاحبة او من الحبيب او الاجواء العاطفية بتكون شوي جياشة بالفترة هاي ولكن انه مع ساعات المساء بتزيد القدرة على التواصل العاطفي او تواصل مع الاحبة وممكن يكون لك اهتمامات او مفاجآت في ساعة المساء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتركز على امور الها علاقة بالعمل او تقديم طلبات العمل او افكار بعمل جديد او انجاز بعض الاعمال المهمة لبعض الاشخاص اهم شي انكم ما تراكموا الاعمال اللي عندكم وبرضو في نفس اللحظة بتكون تهتموا بالصحة ببعض التقلبات اللي ممكن تصير على بعض موليد برج الحمل لانه ما زالوا بشعروا بالطاقة الضعيفة وبتتحفز بعض النقاط اللي الها علاقة بامور الها علاقة بالصداع الها علاقة بالملل او الها علاقة بالكسل او هيك عدم الرغبة على الحركة او زيارة طبيب او مستشفى اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء من عطارد بعض سلبية برضو سلبيته في البيت السابع بتضغط على الوضع الصحي فعشان هيك موليد الحمل شوي بدهم ينتبهوا لامور الها علاقة بالمناعة وبرضو بدهم ينتبهوا على امور الها علاقة بالصحة وخصوصا صحة القلب فعشان هيك بننصح موليد برج الحمل انه ياخدوا حبة اسبرين اليوم اللي هي بيبي اسبرين اللي هي اللي تستخدم لميوعة الدم مش كل يوم بس اليوم على اساس انه يعني تساعدوا حالكو على عملية الميوعة تاعت الدم يعني نوع من انواع الوقاية أما بالنسبة للأمور الثانية العلاقة مع الشريك أو تدعيم العلاقة فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية كلما اقتربنا لساعات المساء كلما توطذت العلاقة أكثر ما بينكوا بين الشركاء في أي الفترة وأصبحت العلاقة أمتن وأقوى أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء طبعا في فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء تقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات أو التواصل أو تفقد بعض الأشخاص اللي بهموك خارج البلاد أو أجانب أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات يعني شوي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام والاستعداد والدراسة في ساعة المساء الأجواء رح تصير قوية لأنه القمر رح ينتقل على البيت التاسع فبيعزز كل النقاط اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت العاشر بسبب الزوايا التربيع اللي صارت شوي موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يكونوا محتاطين من أمور إلى علاقة بتشويه السمعة فما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفة أو المغامرة أو الدخول بأشياء مشبوهة يعني بمعنى بدك تحافظ على سمعتك حتى في أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء مش بالقوة أنه نقول والله يعني الوضع الاجتماعي رح يكون عالي ولكن نسبة التواصل ما بينك وبين الأصدقاء جيدة وممكن تحمل لك هاي لقاء مع صديق أو زيارة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبت موجود ما زال بيشكك ببعض الأمور بعطيك نوع من أنواع شوي عدم التركيز ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال والاهتمام بالأمور الصحية ورقابتها ومتابعتها ما فيه شيء بخوف إن شاء الله أنه الأمور بتمشي على خير برج الثور طبعا القمر اليوم مقابلكو تماما لليوم الثاني لساعات المساء لا يتحكرك شوي ويصير على البيت الثامن ولكن إجمالا اليوم تفكيركم برضو بينصب على تدعيم الشراكة أهم شيء أنه بتكوا تحافظوا على أعصابكو وعلى نبرد صوتكو من بعض التوترات أو التقلبات أو الأشياء المفاجئة اللي ممكن تزعجكو خلال هذا النهار برضو طاقتكم ضعيفة والأمور الصحية بحاجة للمتابعة أو المراقبة ما تهمل صحتك وما تحاول أنك تدخل بأي خصام أو جدال اليوم لأنه عادة في الفترة هاي لما بيكون القمر مقابلك شوي بتكون يعني عدوك أو الطرف الآخر بيكون أقوى منك بالحجة لأنه شوية التشتت الفكري أو الدفاع عن النفس أو العصبية ممكن تخرب عليك كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتعطيه شوية اهتمام على الأمور المالية ولكن المصاريف واردة عشان هيك بتشغل فكرك في أمور وأفكار مالية وحسابات وإعادة حسابات أو جدولة حسابات أو مصاريف معينة ولكن شوي بتلاقي أنه المصاريف بتطلع لك بطريقة مفاجئة يعني دير بالك على مصاريفك أول شيء وما تلجأ لصرف لفلوس نوع من أنواع الهروب من الواقع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والأمور اللي إلها علاقة بطرح الفكرة أو وجهة النظر ولكن العصبية هي أهم شيء بدك تسيطر عليها خلال هذا اليوم بالنسبة للامتحانات والمقابلات الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن اليوم يكون لك اهتمام في أمور إلها علاقة بالسيارة أو مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء من الزهرة بتدعمك على مستوى البيت وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن اليوم يكون فيه خبر أو يكون مسألة إلها علاقة بالبيت أو نشاط منزلي أو عائلي ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالتصليحات والترميمات أو أمور إلها علاقة ببعض المشتريات أو الواجبات المنزلية ممكن لقاء عائلي أو اهتمام بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي فيه نوع من أنواع الإيجابية يعني ما زالت الأجواء بتحمل والشمس بما أنها سعيدة معناة الأجواء والحضوظ العاطفية وحضوظك جيدة خلال هذا اليوم بس ما تبالغ بعملية تجربة الحضوظ لأنه شوي باقي الكواكب تضغط وجود القمر مش في مكان مناسب ممكن الحض لحاله يساعدك في بعض المسائل في منك رح يلجأ لأمور إلها علاقة بالترفيه أو تغيير الجو أو النشاط العاطفي أو التقرب من الأحباء خلال هذا اليوم أو ممكن نقاش أو حوار للتقارب أو للمصالحة الأجواء فيها أشياء إيجابية عاطفية وبتعزز من علاقتك في الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عطارد اليوم بضغط بشكل كبير على أمور إلها علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدك تنتبه على عملك وإنجاز أعمالك وما تخلي أعمالك تتراكم وبرضو بالمقابل بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ حاول أنك تراقب صحتك وانشعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءاتك للفشل تحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغط عشان هيك بدك تحاذر الخصام وما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا خصمك قوي في هاي الفترة وطباعك مش هادئة يعني شوي فيها نوع من أنواع التقلب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية أو سداد الديون أو القروض أو جدولة الحسابات أو الاهتمام بالدفعات يعني ممكن لو صبرت إذا كان عيلك مطالبي أو إلك أمور بنكية أو إلك أمور إلها علاقة بالقضايا المالية تصبر لغاية ساعات المساء الأجواء بتصير أقوى لإلك ولو صبرت لبكرة بيكون أفضل وأفضل بيكون القمر خلص استقر في البيت الثامن وبيدعمك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت التاسع يعني تقريبا بنقدر نحكي في بعض الاهتمامات على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الاتصالات أو الحوارات ولكن بدها تركيز اليوم خصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس عندهم حدية وتسرع وعندهم يعني شوي خربطة في عملية الحفظ أو عملية الدراسة يعني ما عندهم راغبة في تقلبات شوي بدعم الحظ من المشتري اللي ممكن يخليك يعني تهتم بأمور الدراسة أكثر ولكن برضو بدك تركز ما تخلي شيء يلهيك أو تنشغل فيه عن دراستك أو عن واجباتك ابعد عن الخلافات داخل الجامعة خصوصا الطلاب أو الحوارات أو الخصام ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك في الجامعة أما بالنسبة لأمور الامتحانات أو بأمور الأوراق القانونية فالأجواء يعني ممكن تعطيك نوع من أنواع الدعم الإيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما فيه أي شيء يخوف خلال هذا اليوم بالعكس يعني عندك قدرة للتواصل أو الحوار أو تقريب وجهة النظر ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو بتحمل نوع من أنواع الفرص لعمل وخصوصا من ساعات المساء بتقوى الحظوظ أكثر وأكثر أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعزز نقاط قوة بالتواصل والاتصالات والعلاقات ما بينك وبين الأصدقاء وممكن تحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أصدقائك بدعوي أو باحتفال أو بمناسبة أو بمساعدة يعني فيه شيء مشترك أو تعاون ما بينكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال المريخ ضاغط فعشان هيك بنقول لما وليد العشرية الثالثة تحديدا ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا أماكن خطرة أو فيها عنف برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء أو ممكن بينموا عليك أو باستغيبوك أو يعني فيه نوع من أنواع الغدر ممكن يكون من بعض الأشخاص فبدك تكون حذر من أعدائك بالفترة هاي وبرضا بدك تنتبه ككل موليد برج الثور على الأمور الصحية إن شعرتوا بشيء غير اعتيادي بدك تراجعوا الطبيب برج الجوزاء طبعا بما أنه اليوم القمر موجود في البيت السادس فهو ضاغط على مسائل إلها إعلاقة بالعمل فممكن تشعر بالإرهاق أو التعب أو بعض الضغوط في مكان العمل أو عمل جديد أو عمل هيكي إلو رونك خاص ضاغط عليك أو تراكم بعض الأعمال فعشان هيك بدك تنتبه على إنجاز أعمالك بدك تنتبه من أمور إلها علاقة بعمل جديد بدك تثبت موجوديتك مرضو ما تراكم الأعمال عندك ممكن يساعدك بعض الأشخاص أو يدعموك في مسائل إلها علاقة بالعمل أو تعزيز عمل او الاهتمام بمسائل الها علاقة بانجاز بعض العمال الاهم انك تراعي وضعك الصحي الفترة هاي شوي المناعة بتكون نازلة شوي بدها نوع من انواع الاهتمام اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فاليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية ممكن يجيك المال عادة من عمل اضافي مستردات هبات نوع من انواع الدعم او هدية ما اما بالنسبة الى البيت الثالث فالاجواء بتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة عندك عالية جدا وقدرتك على الاقناع برضو جيد جدا اهمش انك تراقب حواراتك ونطقك ولسانك من بعض الهفوات وخلي كلامك واضح وحاول انك ما تجازف يعني ما تغامر خلال هذا اليوم اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضور اما بالنسبة البيت الرابع في الاجواء على مستوى البيت او العائلة تقريبا الاجواء ايجابية وهي بتدعمك على مستوى العائلة والاقارب والسكن وامور الها علاقة بمشتريات او ترتبات او تقارب عائلة بدك بعض الاهتمامات الجيدة في بعض النتائج الايجابية بتدعمك على كل ما ذكرنا وبتعزز امور الها علاقة بافراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي ولكن عطارد بسبب زوايا اللي عملها فاليوم في بعض المشاكل او الخلافات او سوء التفاهم العاطفي رح يكون ما بينك وبين حبيب او ما بينك وبين احد الاحبة اضبط عصابك حاول تكون واضح ما تبالغ ما تجازف حاول انك شوي ما تعيش بالترفيه او تنطلق باشياء شوي تكون ممكن مخالفة للواقع فعشان هيك يدير بالك من خيالك الخصب اللي ممكن يوجعك ببعض المشاكل في الفترة هاي برضو خلي علاقتك جيدة ما بينك وبين الاحبة او الابناء او الوالدين وما تحاول تفرض رأيك كثير وحاول انك تكون لطيف اثناء التعبير عن اراءك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا هنا يعني منقولكم بس انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظرفك الصحي ممكن تعيد ترتيب الاوضاع وممكن تتحسن احوالك بشكل افضل في الفترة هاي من ساعات المساء القمر طبعا راح يصير في البيت السابع بيت الشراكة طول اليوم يعني فيه ممكن يكون فيه خلاف نقاش استياء قلق من مسألة معينة ولكن في ساعات المساء الاجواء بتصير اجتماعية اكثر وبالداعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب وممكن يكون حوار او مصالحة او يحملك لقاء معين اهم ايش انك ما تدخل بجذالات وخلافات لانه شوي طاقتك بتكون ضعيفة وخصوصا في ساعات المساء اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا بدك تنتبه لبعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة فحاول قدر الامكانك ما تجازف وما تغامر وما تدخل باشياء مشبوهة اركز بشكل جيد على بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل او الها علاقة بالامور المالية المشتركة فعشان هيك بنقول لك ما في داعي للمغامرات ارتب امورك كون واضح ما توقع على اي ورقة او على اي عقد بدون ما تدرسه بدون ما تحط له بنود بدون ما تهتم فيه بشكل كبير يعني الوضوح بكون افضل دائما من الاشياء مخبئة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني شوي فيها نوع من انواع الضغط على غربة على سفر على علاقة مع اجانب على امور امتحانات او دراسة يعني شوي الاجواء مش مريحة من ساعات المساء الاجواء بتصير اقوى وهي بتعزز من علاقاتك او اتصالاتك او حواراتك مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او حتى على مستوى الدراسي والامتحانات في خلال النهار اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض يعني بدك تدرس وتكون جاهز اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا نبت موجود شوي بحقاول انه هو يركز على امور السمعة نبت بما انه سعيد بوجوده يعني عندك قدرة الحفاظ على سمعتك بس اهم شي لازم نعطي تحذيرات لانه نبت بتراجع بيغرر فيك او بيخلي افكارك شوي هيك يعني فيها شوية طيش فعشان هيك ما تجازف وما تغامر وما بتبالغ بملد ذاتك وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه على عملك وعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا المريخ هنا بيدعمك بقوة فعشان هيك بعزز نقاط قوة لها علاقة بالاصدقاء ممكن اليوم يعني يصير فيه حوار او نقاش او استياء من تصرف احد الاصدقاء ولكن اجمالا في نوع من انواع الايجابية بتعزز نقاط قوة فممكن يدعموك بعض الاصدقاء او يساعدوك في مسألة معينة او تشعر بقوة من شيء معين لها علاقة بانجاز بعض الاعمال بشكل مشترك اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا منقولك يعني بيت المتاعب اورانوس اورانوس صحيح انه هو مش سلبي بالكامل ولكن هو بحدث مفاجآت فلا تأمن لاشخاص بتعاملوا معك ممكن يعني صديق بيت قمص شخصية صديق ولكن هو بالواقع عدو او بتأمر عليك او بتصيد لك او بحاول انه يلقنك بعض المعلومات عساس انه يتحكم فيك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقاط انجز اعمالك حتى لو اجت بشكل مفاجئ او حتى لو عملت ساعات اضافية وانتبه للتقلبات الصحية لانه الاجواء شوي العلاقة بالعمل والصحة اكثر خلال هذا النهار في ساعات المساء باطمئن بالك وبترتاح اكثر برج السرطان طبعا اليوم ما زال القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك نسبة الحضوض عالية نسبة الدعم عالية نسبة العواطف عندك جياشي اكثر اراغبتك للتقرب بالاحبة عالية جدا يعني شوي بدك تستفيد من هاي الطاقة اللي ممكن انها تعزز نقاط قوة عندك صحيح انه هي فيها نوع من انواع القلق على احد الاحبة او انزعاج او توتر ولكن اجمالا الاجواء فيها ايجابية حاول انك تستغلها برضو الكواكب لا تنسى انه مش كلها ايجابية في كواكب عامل زوايا سلبية عشان هيك ممكن تأثر عليك على اشياء اخرى ما تبالغ بامتحان الحضوض عندك او انه تركن على الحضوض اكثر يعني في بعض الامور بدك تجتهد فيها بالنسبة للبيت الثاني طبعا الزهرة هنا ضاغطة بشكل سلبي فعشان هيك التوترات والتقلبات بتيجي على المستوى المالي فبتضغط على بعض المسائل المالية او ممكن مصاريف او ارتباك يعني تأزيم وضع مالي معين ممكن يظهر بشكل مفاجئ يعني بمعنى اخر بدك تهتم بالامور المالية وتبعد عن المصاريف قدر الامكان ارتب امورك يعني بطريقة بدون تسرع ممكن تظهر بعض المصاريف خلال هذا اليوم خصوصا بيكون لها علاقة اما بالبيت او مصاريف استشفائية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك بقوة على مستوى الحوارات والتنقلات والاتصالات والنزهات او تغيير الجو او حتى على امور السفر القصير او الاقناع حتى او التسويق لسلعة معينة في نوع من انواع الايجابية بتدعمك بقوة وبرضو ممكن تحقق بعض النتائج خلال هذا اليوم تكون لصالحك على مستوى امتحان او مقابلة او حتى على مستوى امور الها علاقة بتصليحات او ترميمات الها علاقة بالسيارة او بهاتف او باجهزة اتصالات ومواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء من عطارد بتجيب بعض الخلافات او النقاشات او القلق او امور الها علاقة هيك توترات على مستوى البيت او العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية او البيتية المربكة او تقلق على احد افراد العائلة او ممكن انه شوي يكون في شيء يتطلب منك اهتمام اكثر اله علاقة في البيت او اله علاقة بالابناء او اله علاقة بالزوج يعني بما يحوى المنزل في بعض الاعطال اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ وفي بعض الامور اللي ممكن شوي تخلق نوع من انواع التوتر عندك اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم بتجتازوا يوم ايجابي ببعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق انجاز اهمش انك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من المسئوليات الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعني تعتبر هاي الفترة من افضل ايام الشهر واكثرها حظا اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا شوي بتركز على الامور الصحة لاحظوا ان امور البيت امور الصحة امور العمل هي اكثر شيء مؤرق ولا باقي الامور يعني فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتدعمك بقوة فعشان يمكنك تنتبه لعملك من البيت السادس او تراكم العمل او ارهاق من عمل ما او امور الها علاقة بالتقلبات الصحية او الاهتمامات الصحية او قلق على صحة احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز على امور الشراكة والحوارات والنقاشات موليد العشرية الثالثة هدول اكثر ناس بدهم ينتبهوا لاي خلاف او نقاش او حوار او سوء تفاهم ما بينهم وبين شركائهم او ازواجهم اجمالا الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية يعني لا المصالحة او لا التقارب طالما انت بعيد عن الخلافات والنقاشات اليوم مناسب لتقارب ومناسب لتدعيم العلاقة ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الاجواء الروتينية على مستوى الامور المالية المشتركة ممكن تقلق لوضع مالي او مصاريف او دفعات او التزامات او تحصيل بعض الاموال اللي بتعود لك اهم ايش انك ما تبالغ بمصاريفك يعني بدك ترتب وضعك بشكل ايجابي او تدعم وضعك بشكل ايجابي عشان الامور تكون لصالحك اكثر اهم ايش ما توقع على عقد الا اذا درسته بشكل جيد وممكن يكون لك بعض الاعمال السريعة اللي تحصل منها بعض الاموال او احد المقربين لالك يدعمك ماليا اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الامور قوية وبتدعمك على مسائل الها علاقة بالسفر بالتنقلات باهتمامات سفر باهتمامات لغة باهتمامات ثقافة عامة امور الها علاقة بالامتحانات بالجامعة بالدراسة بمراسلات خارجية فيه اشياء ايجابية بتدعمك بقوة حاول انك تستغلها بالفترة هاي لانه اليوم يوم ايجابي على كل المسائل اللي احنا ذكرناها حتى على مستوى الاوراق والمعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنحذر من السمعة او بنحذر على السمعة يعني بمعنى اخر دير بالك من امور بتشوه السمعة ما تجازف وما تغامر وما تدخل باي شيء مشبوه بالفترة هاي لانه شوي الامور ضغطة صارت على بيت السمعة اكثر وبتعمل نوع من انواع الخلافات ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل بسبب ممكن تأخرك بسبب ملف بسبب عمل بسبب تآمر عليك اهم اشي ضبط الاعصاب مطلوب اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيد وبتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء فاليوم بيحملك مفاجأة الها علاقة بصديق او حوار او تواصل مع صديق او ممكن انجاز بعض الامور المهمة خلال الفترة هاي كاهتمام باشياء بتتعلق باحد الاصدقاء ممكن انت تبادر بمساعدته وممكن هو اللي يبادر بمساعدتك يعني بمعنى في شيء مشترك ما بينكم بطم انبالك او بخفف الاعباء عليك في بعض الاوقات اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء برضو زي ما حكينا انه ما زال بما انه القمر في البيت الخامس بدي انتقل في ساعات المساء للبيت السادس فمن ساعات المساء بدك تهتم بامور الها علاقة بالعمل اكثر او تراكم بعض الاعمال عندك خصوصا اذا ما استغلت ساعات النهار لصالحك وبرضو بدك تهتم على صحتك من بعض التقلبات او الامور الطارئة او الاشياء اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اللي ممكن تعمل لك تقلبات على المستوى الصحي عشان هيك بدك تراعي صحتك بدك تتواقع حاول تاخذ شوية فيتامينات حاول انك تدعم جسمك لرفع المناعة وبرضو اهتم بصحة احد الاحب برج الاسد طبعا اليوم الثاني القمر موجود في البيت الرابع يعني تربيع معاكم عشان هيك الانشغالات كلها رح تكون على امور العلاقة اما بالمال او بالعائلة اكثر ولكن هي الاهتمام اكثر رح يكون عند اغلب موليد برج الاسد هي اهتمامات بالبيت بالعائلة بافراد العائلة بتقارب من افراد العائلة او مشكلة بتتعلق باحد افراد العائلة بتهتم فيها بشكل اكبر خلال هذا اليوم شوية الاجواء بتكون ضاغطة نفسيا بتعمل عندك نوع من انواع التقلبات او الانزعاج من بعض المسائل اما بالنسبة للبيت الثاني الشمس بتدعمك على مستوى امور العلاقة بالمال يعني ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب او بعض الارباح او دعم معين او هدية او مجائزة او مكافأة او يعني ممكن تحل مشكلة مالية هيك كانت معقدة بالفترة الماضية اليوم تتطلب منك اهتمام او تجد حلول لالها الفترة هاي جيدة وبتعزز النقاط المالية بقوة اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا عطارد اللي شوي بخلي العصبية او الحدية او عدم التركيز عندك يعني يكون واضح فعشان هيك بتطلب منك التركيز والانتباه اثناء الحركة او اثناء التنقلات اتصالاتك مواصلاتك نقاشاتك حواراتك حتى الاهتمام بامور التسويق يعني بدك تكون مهتم فيها ممكن اليوم يصير فيه خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين اخ او جار او ممكن تنزعج من تصرف ما اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بتنهمكوا في ادخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه او ممكن انه شوي يميل لافراد العائلة او ممكن هم يميلوا لمديد العون لالو اهمش انك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر عليك او على استقرارك بتنهمك بحل مساء العائلية او شخصية ممكن تبدو شوي قلق او تتدمر لاقل الاشارات اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء هنا شوي عن مستوى العاطفي يعني بنقدر نحكي في ساعات المساء يعني لما ينتقل القمر لبرج القوس بعزز نقاط قوة عاطفية عندك بتصير عاطفي اكثر ميال للتقرب من الاحبة او الاهتمام بالاحباب او حتى الاهتمام على المستوى الشخصي والنفسي والتغييرات او الامور اللي الها علاقة بتغيير الشكل او عشي العلاقة بالتجميل او بقصد الشعر او الاهتمام باللباس اكثر يعني الاجواء بتصير عاطفية وبتدعمك بشكل قوي من ساعات المساء اما بساعات النهار فاحذر من اي خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاحبة يعني ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا شوي اليوم تدعمك على مستوى العمل فممكن تهتم بعمل او انجاز بعض الاعمال او انك شوي احد الاشخاص يساعدك بانجاز عمل ما يعني فيه نوع من انواع المساعدة والدعم خلال الفترة هاي وبرضو فيه شيء له علاقة بعمل جديد اما بالنسبة للوضع الصحي فطبعا بدكو تنتبه للوضع الصحي اجمالا كل موليد برج الاسد وتحديدا موليد العشرية الثالثة هم اكثر ناس بدهم يكونوا حذرين من بعض التطورات الصحية او التقلبات الصحية لانه زي ما حكينا انه الكواكب اللي موجودة في البيت السادس بالجدي وخصوصا بلوتو وزحل بلشوا شكلوا زاوية تربيع مع اورانوس وهذا الاشي بيحدث مع المريخ عفوا وهذا بيحدث بعض المفاجآت على المستوى الصحي او التقلبات او نقص مناعي وخصوصا امور الصدر هاي اهم نقطة بدكو تكونوا حذرين عليها بالفترة القادمة يفضل انه تاخذوا لو كل اربع ايام حبة بيبي اسفرين اللي هي مميعات الدم يعني بتكون افضل لشيء من الوقاية كل اربعة كل خمس ايام كل اسبوع حبة مش كل يوم لانه كل يوم بصير في ميوعة عالية في الدم انتو مش بحاجتها لكن الاشخاص اللي بياخذوا ادوية الضغط او ادوية العلاقة بهاي الامور لا يظلوا مستمرين عليها كالمعتاد ولكن اللي ما بياخذوا ادوية بدهم ياخذوها من ناحية وقائية يعني هي كل اربع ايام كل خمس ايام ممتاز لو كل اسبوع حبة برضو ممتاز يعني من هنا لنهاية السنة بدك تتعود انك تاخذ حبة على اساس انك تحافظ على صحتك شوي او نوع من انواع الوقاية من بعض الامراض اللي لها علاقة بالصدر اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من انواع الايجابية في ساعات المساء ممكن تعملك نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينك وبين الشريك او مصالحة او اهتمامات معينة ادعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك اهم ايش انك ما تنزعج وما تعصب وما تحتد اثناء النقاشات اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا بتتركز الامور على اموال المشتركة فممكن يتحصل بعض الدعم او نجد من وضع مالي معين او يعني في بعض الحلول تيجي على مستوى اموال مشتركة كقروض ديون التزامات او بعض الحلول لبعض المسائل المالية المشتركة ولكن اهم اشي ما في داعي للمغامرات وما توقع على اوراق او عقود بدون ما تراجحها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا ما زالت الاجواء ضاغطة على مسائل الها علاقة بالسفر او اشخاص خارج البلاد او في دولة تانية او اجانب او امور الها علاقة بالامتحانات او الدراسة الجامعية يعني هاي نقطة علامة تعجب كبيرة بدك تحطها هنا للفت النظر انه هذا البيت تحديدا بدك تكون حذر برضو مع الصحة هذا البيت بدك تركز عليه وما تعتمد على الحضوض فيه اما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني بركز على بعض النقاط اللي الها علاقة بالسمعة بيجيب لك مفاجآت وبرضو ممكن يجيب لك عمل بشكل مفاجئ او دعم من بعض الزملاء او رؤسائك بالعمل يعني بتعزز نقاط قوة او من بعض العلاقات والمعارف اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الاصدقاء روتيني يعني تعاملك مع اصدقاءك روتيني بطبيعتك زي ما بتتعامل انت معهم بالشكل الطبيعي ممكن يتوجه لك دعوة حضور اتصالات شغلات مثل هيك اما بالنسبة لبيتك 12 ما فيه اي تأثير للكواكب انجز اعمالك اهتم بصحتك اهتم بغذائك وخذ قصد كافي من راحة بتكون امورك ان شاء الله ممتازة برج العدراء طبعا حاولوا اليوم لانه اول اشي الشمس موجود عندك بتمنحك طاقة ايجابية بتحسن من مزاجك وقدرتك على انجاز كثير من الامور خلال اليوم ولكن بالمقابل انه حاول تنجز كل اعمالك في هذا النهار خصوصا الاشياء المهمة اللي بحاجة لتنقلات وحوارات او اتصالات او حتى اهتمامات بامور اللي علاقة بالسيارة او بالدراسة يعني حاول تهتم فيها كلها في ساعات النهار لانه في ساعات المساء ممكن شوية بعض الامور تصير بصعوبة تمشي معك وخصوصا انه القمر راح ينتقل لبيتك الرابع وهذا راح يشكل زاوية تربيع راح يضغطك في بعض المسائل على مستوى البيت والعائلة وافراد العائلة فخلي تركيزك اليوم على انجاز الاعمال الضرورية والمهمة بما يتعلق بامور حتى بالسيارات وحتى بالاجهزة الالكترونية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا شوي بتركز على مصاريف ودفعات والتزامات وتوتر وتقلب على المستوى المالي فعشان هيك حافظ على اموالك من السرقة والضياع ومن بعض المحتالين ما تجازف وما تغامر وبرضو في نفس اللحظة يعني ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن المصاريف بتكون اعلى شوي اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم تنشطوا في امور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وحتى هاي اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة او لتعزيز العلاقة مع اخ او جار ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة معبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتميز بسرعة الخاطر والقدرة على ايجاد الحلول الاجواء مناسبة حتى قدرة الاقناع عندك عالية وبرضو خفة الدم او لفت النظر او ملفت للنظر بتكون كثير بالفترة هاي وبتكون الاجواء ايجابية ودعملة لك اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الاجواء روتينية على مستوى البيت بتظلها لغاية ساعات المساء اللي هي اهتماماتك المعتادة فممكن تنجز بعض الاعمال المنزلية او الاهتمامات العائلية او باحد افراد العائلة ولكن من ساعات المساء الاهتمام بصير اعلى فيه اشي مفاجئ رح يصير او احداث رح تتطور بشكل سريع جدا على مستوى البيت بصير فيه شيء ملفت للنظر عشان هيك يحاول تهتم ما تتقاعص وما تبعد يعني شوي وتهمل واجباتك المنزلية او العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء اليوم يعني بتحمل نوع من انواع الايجابية لا بعض موليد برج العدراء بتعزيز العلاقة العاطفية او توطيد العلاقة او تطويرها او حتى بالاجواء العاطفية بتكون الاجواء احسن ممكن يدعمك الحظ في بعض المسائل ويعزز بعض النقاط ولكن موليد العشرية الثالثة اكثر اشخاص بدهم ينتبهوا من سوء تفاهم او خلاف او جدال او نقاش عشان هيك منقول لهم ديروا بالكم من توجيه الانتقادات او اللوم او عتاب الاحبة في هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السادس فمنقول ان الاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تعزز بعض نقاط القوى لعمل او يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك في انجاز عمل ما صحيح ان اليوم شوي ممكن تهمل اعمالك انت ما تنجزها بالكامل ولكن بتطلب منك الحذر والتركيز بشكل اكبر اما بالنسبة للوضع الصحي فشوي بحاجة للرقابة او بحاجة للمتابعة او للتركيز يعني ما تهمل صحتك ما زالت الاجواء شوي بتحمل بعض التقلبات على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة كل الحدية والضغوط اللي حسيت فيها بالفترة الماضية كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كان يعني الاجواء ممكن تصير احسن شوي في نوع من انواع الاتفاق والتفاهم ما بينك وبين الشريك ممكن تقلق عليه او ممكن تبادر بمساعدته بامر معين ولكن ابعد عن الخلافات بتظل الاجواء احسن اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بدك تحذر من المريخ اللي بدفعك للمغامرة او المجازة في بعض الامور المالية المشتركة فعشان هيك ما تتهور ما تبالغ ما تجازف ركز بشكل جيد اعرف ايش اللي بدك اياه بالضبط وفي نفس اللحظة ممكن انه اليوم يصير لك فيه نوع من انواع التواصل او الاتصالات لتحصيل بعض الالتزامات اللي اليك او بعض الديون او بعض الحقوق وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل المالية القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على بعض النقاط اللي الها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن يحمل لك خبر او مفاجأة او شيء هيك ملفت للنظر خلال هذا اليوم يجيك مما من خارج البلاد او من اشخاص اجانب او من شركات دولية او حتى على مستوى الجامعة او الامتحانات فيه نوع من انواع الايجابية في بعض النقاط اللي بتعزز اشياء لها علاقة بتقديم الامتحانات او بحوارات ونقاشات او حتى بنوع من انواع الاشياء اللي بيكون فيها مناظرة او بيكون فيها محاضرة او بيكون فيها كلام بتكون انت مقدم عليه فممكن اليوم تسمع اشياء ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول ان الاجواء بتحمل اشياء ايجابية على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بتعزز بعض نقاط القوة اللي لها علاقة بالسمعة خلال هذا اليوم فممكن تدافع عن سمعتك او شوي يدخل نقاش احد ما بينك وبين احد الاشخاص اللي بيحاولوا شككوا في سمعتك او بنزاهتك او باعمالك او بقدراتك اهم ايش انك تهتم بشكل جيد على مستوى عملك انجز عمالك بوقتها ما تخليها تتراكم ما تهمل ما تدخل بنقاشات حد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك احد عشر فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن اليوم تنشط بامور اجتماعية او لقاءات او حوارات او اشياء لها علاقة باشخاص بعزوا عليك كاصدقاء فيتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك الاثناش بيت المتاعب فطبعا الزهرة بتعزز بعض نقاط القوة فعشان هيك بتساعدك بانجاز بعض الاعمال وبرضو بلاهتمام بصحتك اكثر يعني بتخفف من الضغوط اللي ممكن تيجي على العمل او على الصحة خلال هذا اليوم وممكن تكتشف بعض الاشياء اللي بتتعلق في بعض الاشخاص اللي بتآمروا عليك برج الميزان طبعا اليوم نفس الامس التركيز كله رح يكون على بعض المسائل اللي الها علاقة بالوضع المالي او تحسين الوضع المالي او ضبط الميزانية او الارباح او الاعمال يعني شوي الوضع المالي هو الملفت للنظر رح يكون اليوم اكثر من اي امر اخر ممكن الدرجة ثانية يكون اهتمامات عائلية او منزلية او افراد عائلة ولكن اجمالا يعني كل التركيز بكون على المال على البيت على الصحة يعني في اشياء الها علاقة بالعمل خلينا نشوف البيوت ايش بتحكي اه وبعديها من حدد بالنسبة للبيت الاول طبعا زي ما حكينا عطارد عطارد شوي بيسوي تقلب بالمزاج عندك وحدية وعصبية في بعض الاوقات ممكن يوترك على بعض النقاط اللي احنا ركزنا عليها بالبداية اما بالنسبة لبيتك الثاني طبعا لانه القمر موجود فيه فصحيح بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس ممكن تختفي الهموم ويطمأ تطمأ ان هواجسك واضف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة اما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الامور بتركز على امور العلاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات يعني شوي في نوع من انواع الحدية بالطباع او تقلب بالمزاج خلال هذا اليوم ولكن اجمالا يعني اذا سيطرت على انفعلاتك الاجواء بتكون جيدة انتبه اثناء تنقلاتك وانتبه اثناء حركتك وقيادتك للسيارة يعني شوي بدك تركز على هاي الامور واذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول تدرس وتستعد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالبيت فممكن ينصب اهتمامك على تدعيم العلاقة المنزلية او العائلية او توطيد العلاقة ما بينك وبين افراد العائلة عشان هيك ممكن يكون في اهتمام اليك اما بتصليحات او ترميمات او مشتريات او انجاز بعض الاعمال المنزلية او العائلية او المناسبات اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي بتدعمك بشكل جيد فممكن اليوم تستغلها في بعض نقاط القوة اللي تعزز نقاط تقارب ما بينك وبين بعض الاشخاص على المستوى العاطفي ممكن تهتم يعني بامور عاطفية لقاء الحبيب مرافقته في مسألة ما ولكن اهم اشي بدون حدية ولا عصبية ولا تخلي المزاج يتحكم في علاقتك يعني يتقلب المزاج او توجه كلمة معاتبة او لوم فتصير الاجواء حادة ممكن يكون لك تعامل مع احد الابناء او تهتم لمسألة الها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالعمل اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب او تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ممكن تحقق نتائج ايجابية او تقارب جيد ما بينك وبينز وملائك او رؤسائك بالعمل وممكن هم يبادروا بمساعدك او يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك في انجاز بعض الاعمال اهم اشي انه زي ما حكينا ما تهمل عملك وما تخلي امورك تتراكم حتى لو بتعمل ساعات اضافية ممكن تهتم بعمل جديد او تقديم طلبات او تسمع نوع من انواع الاطراء على انجاز بعض الاعمال اهم شي برضو ما تهمل الوضع الصحي صحيح انه الوضع الصحي مش كثير بخوف بيت المتاعب هو اللي بضغط صحيا ولكن اجمالا في نوع من انواع الايجابية اللي بتعزز بعض نقاط القوة اللي بتدعمك خلال هذا اليوم على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى امور لها علاقة بالشراكة ولكن في لحظات وخصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من حوارات نقاشات او سوء تفاهم ما بينهم وبين الشركاء اللي ممكن توصل لمرحلة يعني فيها نوع من انواع تهديد العلاقة او انفصال العلاقة او انتهاء العلاقة عشان هيك بدهم يضبطوا اعصابهم ويكونوا منطقيين وعمليين زحل وبلوتو بيهددوا استقرار العلاقات الزوجية وخصوصا لموليد العشرية الثالثة اكثر وعجب الموليد العشرية الثالثة يعني بتحكي اخر عشر ايام من موليد البرج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا بتدعمك على بعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك ممكن يصير بعض الاهتمام في مسائل الها علاقة بالشراكة يعني مثل عقد او توقيع عقد او تحصيل اموال بتعود لك او تهتم ببعض الامور اللي الها علاقة ببنك ضريبة تأمين او حل بعض المشاكل او المسائل المعقدة اللي الها علاقة بالوضع المالي اهمش انك ما تجازف وما تغامر وتفقد الاوراق اللي بتوقع عليها او اذا اشتريت اشياء اجهزة مثلا والكترونية حاول انك انت تتأكد من كفالتها انها سارية المفعول وتفقد السلعة عشان ما ينضحك عليه واحذر من بعض المحتالين والنصابين خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء الروتينية على مستوى اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالامتحانات او الدراسة او الجامعة طبعا ما دام في ساعات النهار معناته بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا وتستعد لامتحاناتك مقابلاتك نقاشاتك تنقلاتك يعني ما تعتمد على الحض نهائيا في ساعات المساء الحضوظة بتدعمك شيئا ما فعشان هيك ممكن تنجز انجازات احسن بالايام القادمة ممكن يكون لك حوار مع اشخاص خارج البلاد او مع بعض الاجانب او نقاشات في مسائل الليها علاقة بالسياسي او الدين او الفلسفة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة جيدة يعني بتعزز من سمعتك وبتدافع عنها وبتعزز من علاقتك مع الزملاء او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء او دعم بعض الاصدقاء لك في بعض المسائل اهم اشي انه تبادلهم بالمثل ان يحتاجوا هذا الامر وبرضو بالنسبة لبيتك 12 ما زال ضاغط فعشان هيك بدك تهتم بانجاز اعمالك وتهتم بصحتك من بعض التقلبات وانشعرت بشيء غير اعتيادي يحاول انك تراجع طبيبك وتواقع فحاول تاخذ اشياء سخنة وترفع من مناعتك ببعض البيتامينات برج العقرب طبعا اليوم افضل من يوم امس لانه اليوم تقريبا القمر بسط نوره على كل موليد برج العقرب عدن البيت الاول بما انه القمر صار موجود عندكو فعشان هيك انتو اليوم تشعروا بنشاط وحيوية وبينجذبلكم افراد الجنس الاخر اكثر بادروا لخطوة جديدة من شأنها تدعيم مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة تتلقى اشارة او خبر ممكن تنتعش العواطف عندك وتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجئة سارة وربما تفرح لحدث كبير بالفعل هاي الفترة تعتبر من افضل ايام الشهر فحاول انك تستفيد منها وتكسبها اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي ما زال فيها نوع من انواع الارباك ما فيها الاشي الضاغط لكثير ولكن بدك تنتبه على اموالك من السرقة او الضياع او المصاريف لزيادة في منكو رح يحصل بعض المكاسب ولكن هذولا قلة يعني تقريبا على حسب عملك ونشاطك الحياتي ولكن اجمالا اليوم هو بس بركز على بعض المصاريف البسيطة او ترتيب وضع مالي معين اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء اليوم تدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات والدراسة ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا اذا عندهم امتحان او مناقش اليوم او تنقلات بدهم ينتبهوا اثناء التنقلات ويدرسوا ويستعدوا اثناء الامتحانات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء اليوم فيها نوع من انواع الضغط او القلق على مسألة بتتعلق باحد افراد العائلة فممكن يظهر مسألة عائلية او حوار عائلة او نقاش عائلة او اهتمام بمسائل الها علاقة بالعائلة عشان هيك ما تهم العائلتك ما تهم الواجباتك ما تهم الانجازاتك ممكن تهتم ببعض المصاريف او المشتريات او النقاشات او الحوارات اللي منشأنها الامر العائلي او توطيد العلاقة العائلية ممكن اليوم يعني بعض افراد العائلة يبادروا لمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بنحكي عن نبتن نبتن اللي شوي بضغط على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعاطفة مش بشكل كبير ولكن اجمالا هي بنعطيها ضغط لانه نسبة الحدود عنده ضعيفة صحيح انها بتعزز نقاط لانه هو مش سلبي بتعزز النقاط العاطفية والقدرة على التواصل مع الاحبة او الاهتمام بشؤون الحبيب او حتى اهتمام بمسائل عاطفية بشكل قوي بالفترة هاي بتدعمك بقوة وبرضو ممكن انه يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى لقاءات او حوارات او ممارسة هواية معينة ممكن تهتم بمسألة بتتعلق باحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتضغط موليد العشرية الثالثة اكثر فعشان هيك هم اللي بدهم ينتبهوا من تراكم بعض الاعمال عندهم او امور الها علاقة بالتقلبات الصحية فعشان هيك انتبهوا لأعمالكو انجزوا أعمالكو بوقتها ما تخلوها تتراكم وبرضو بالمقابل بتكن تنتبهوا للتقلبات الصحية اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ فعشان هيك راجعوا الطبيب ان شعرتوا بشيء غير اعتيادي اما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز من شراكتكم وقدرتكم على التواصل او التلاقي ما بينك وبين الشركاء عاطفيا او ما بين الاحبة او الازواج فممكن اليوم يصير في مبادرة او تلاقي او تقارب ما بينكم او تفاهم على مسألة معينة اهم شي انك تدعم من ثقتك بالنفس اكثر وبرضو تعرف ايش بدك اكثر اهم شي انك ما تدخل بخلافات ولا نقاشات ولا حدية على مستوى الشراكة او على اي مستوى اخر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا روتينية على مستوى الاهتمام بالاموال المشتركة تقريبا الامور فيها نوع من انواع الاستقرار في بعض المسائل ممكن تحصل بعض الاموال اللي بتعود لك او بعض الاهتمامات اللي بتعود لك او ممكن مسألة قانونية مالية تكون هي اللي هميتك بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك انت اذا بدك تشتري شيء تفقده وتفقد اوراقه وكفالته وكالته ما تسمح لاحد انه يستغلك او ماديا او فكريا لانه الفترة هاي بكثر النصابين والمحتالين حواليك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن بعضكو يخضع لامتحان او مناقشة او مقابلة او دراسة اليوم الاجواء ايجابية ودعمة لا اليك بالقوة وبتعزز برضو من علاقاتك مع اشخاص خارج البلاد كاتصالات او حوارات او اهتمامات وممكن بعضكو يفكر في امور العلاقة بالسفر او باشخاص يعني ممكن عازمين على السفر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا من الزهرة بتدعمك على مستوى بيت السمعة وعلى عمل جديد او علاقتك مع بعض الاشخاص اللي ممكن انك اندي يساعدوك في مسألة الها علاقة بالعمل ممكن ينظر لك زملائك او رؤسائك بعين الاعجاب على انجاز بعض الاعمال او بعض الانجازات على مستوى العمل وممكن بعضكو يحصل او يحصل على ترقيمة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء يعني هنا بتعزز من نقاط قوة الها علاقة بالاصدقاء فممكن تنشط في مسائل الها علاقة بالاصدقاء او تقارب او لقاء او حوار او ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بدعم بعض الاصدقاء لا اليك يعني فيه اجواء ايجابية دعملة اليك بقوة اهم ايش انك تستثمرها بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد وبرلو الشمس صارت تقترب من بيت متاعبك فعشان هيك الاعطال او التأخير او التأجيل او الضغط النفسي على مستوى العمل او الصحة متوقع بالفترة هاي فعشان هيك بدك تدير بالك ما تركن على اي شخص بوعدك بوعد بالفترة هاي لانه ممكن يخلف فيه او ممكن انه ما ينفذ وعده وممكن كثير من الامور تتعطل وما تمشي بالشكل الصحيح حاول انك تعتمد على الاشي المنطقي والواقعي وما تعيش على الحلم في منك رح يعني يعاني من بعض التراجع الصحي في بعض الاوقات فعشان هيك ينشعر باي شي غير اعتيادي بدو يراجع طبيبه ممكن تحمل الفترة هاي قلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج القوس طبعا ما زالت الاجواء ضاغطة بسبب انه القمر لسه موجود بالعقرب بيت المتاعب واليوم كمان رح يظل ضاغط نفسيا وصحيا وتقلب بالمزاج عندك وتعطيل في بعض المسائل لغاية ساعات المساء بعدين الاجواء بتصير ايجابية ودعمة وقوية وخصوصا في ساعات المساء القمر رح ينتقل ورح يصير عندك فعشان هيك حاول انك يتمشي اليوم برضو بشكل روتيني بدون اي مبادرات بدون اي اعمال مهمة يعني حاول تنجز الاشياء الضرورية واللي بين ايديك فقط لا غير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء شوي اليوم ممكن تركز على بعض المسائل المالية فممكن تحصل بعض المكاسب او الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر من بعض الغرامات او المخالفات او الدفعات او الالتزامات اللي من خلالها ممكن يصير فيه صرف للفلوس يعني فيه مصاريف رح تجيك بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم بدك تنتبهلها واحذر من المحتالين من النصابين اللي ممكن يستغلوك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني بتساعدك شيئا ما على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات يعني ممكن تنشط ببعض الاشياء الضرورية صحيح انه ما عندك الطاقة الكاملة للتنقل بشكل كبير ولكن اجمالا انه بتقدر تنجز الاشياء الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وهذا بساعدك ممكن شوي مزاجك يكون حاد او عصب الطباع او متقلب في المزاج في بعض الاوقات ممكن شوي يكون لك هيك نوع من انواع الحدية اثناء التعامل مع اخ او جار او يعني سوء تفاهم يكون ما بينكم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بتركز على بعض المسائل اللي الها علاقة في البيت ومثل مشتريات تصليحات ترميمات او مشكلة عائلية او خلاف عائلي او سوء تفاهم ممكن اليوم تنجز بعض الاعمال المنزلية او البيتية او يصير فيه نوع من انواع الحدث او المناسبة او الشيء معين الى علاقة بالعائلة او بالبيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالمريخ ما زال ضاغط على المسائل اللي الها علاقة بالعاطفة فاليوم عواطفك شوي متقلبة حد ممكن شوي خلاف او نقاش او حوار او سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ممكن شوي تتذكر بعض الامور اللي الها علاقة بحبيب قديم او خلاف ما بينك وبين حبيب او زعل او مثلا سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت السادس فهو بعزز بعض نقاط القوة اثناء تعاملك بالعمل فممكن يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك في عمل ما مثلا او انجاز بعض الاعمال اهم اشي انك ما تخلي اعمالك تتراكم انجز الاعمال الضرورية والمهمة وبرضو خلي في نوع من انواع التعاون ما بينك وبين بعض الزملاء اللي ممكن هم اللي يساعدوك في هاي المسألة فما في داعي لخلافات او نقاشات معهم وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالصحة زي مراجعة الطبيب او ادوية او اشياء الها علاقة بمراقبة الصحة يعني في نوع من انواع الاهتمام الصحي خلال هذا اليوم ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجعوا الطبيب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا يعني روتينية على مستوى التعامل ما بينك وبين الشركاء او ما بينك وبين الازواج او ما بينك وبين شركاء المال يعني ممكن تهتموا ببعض المسائل زي تقارب وجهات نظر او مصالحة او عتاب او اشياء فيها هيكي يعني معالجة سوء تفاهم انا بحكي لكو ديروا بالكو بس من الخلافات والنقاشات بالفترة هاي لانه انت الاضعف بالفترة هاي وانت اللي رح تكون خسران اشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان الايام القادمة بتحملك اشياء افضل وخصوصا من ساعات المسائل اجواء بتصير اقوى لايلك اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يخليك تركز على بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور المالية ممكن ايجاد حلول او السعي لتحسين وضع مالي معين او لحل مسألة لها علاقة بالديون او القروض او الالتزامات او الفواتير اهم ايش انه احذر على اموالك من الصرقة والضياع واحذر من بعض المحتالين بالفترة هاي يعني اللي ممكن يغرروا فيك او انهم يعني شوي يستغلوك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء بتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وفي منك راح يهتم بمسائل الها علاقة بالامتحانات وفي قوة حظ بتدعمك على هذا المستوى ان كان باتصالاتك او بسفرك او امور الها علاقة بالامتحانات الجامعية او حتى بالمقابلات والمناقشات اذا كان عندك اي اوراق قانونية او معاملات خلال الفترة هاي حاول تنجزها حاول ما تخليها تتراكم لانه اليوم مناسب لحل هاي المسائل اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا بتدعمك من الشمس فهي بتحملك فرص لعمل جديد او دعم من جهة ما تستاعدك في عمل ما ممكن تحقق بعض الانجازات الجيدة ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تحقق اشياء ايجابية دعملة اليك وتعزز وتدافع عن سمعتك اهم ايش انك ما تبادر باي مغامرة او مخاطرة بالفترة هاي لانه الاجواء ما رح تكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا يعني شوي ضاغط على مستوى بيت الاصدقاء فعشان هيك ممكن يخيب ضنك او تنزعج من تصرف احد الاصدقاء ممكن شوي يكون في موعد او يكون في لقاء ويلتغى في اخر لحظة حاول قدر الامكان انك تعطي مبررات لهاي الامور ما في داعي لسوء التفاهم ممكن ينصحك صديق فانت تنزعج من نصيحته او ما تتقبل النصيحة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الاجواء جيدة على مستوى بيت المتاعب من جهة ولكن سيئة من جهة اخرى فعشان هيك اليوم هذا بتطلب منكو يوم اخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود اي مخاطر فقط انجزوا اللي ما بيوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية اهم ايش انك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحبوض فحاول انك ما يعني ما تجازف فيها برج الجدي طبعا بالنسبة لما وليد العشرية الاولى والعشرية الثانية اليوم مزاجهم تقريبا جيد عندهم رغبة بانجاز كثير من الامور فحاولوا انكو تستغلوها وخصوصا في ساعات النهار لانجاز كل الاعمال الضرورية لانه الاجواء دعمة ومساعدة لالكم وخصوصا بمساعدة بعض الاشخاص او المعارف او ممكن بانجاز اعمال مشتركة تكون اقوى مولد العشرية الثالثة هدولا هم الوحيدين الي بدهم ينتبهوا من العصبية وردات الفعل والتقلب بالمزاج وممكن يتخذوا قرارات تكون مش لصالحهم بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه يعني في بعض الاهتمامات على مستوى بعض الامور المالية ولكن المصاريف بتكون اكبر فعشان هيك الضغط المالي بالفترة هاي بكون يعني واضح فعشان هيك بتكون تنتبهوا من المجازفات والمغامرات المالية وما تدخلوا حالك بمسائل شائك مالية يعني انتبه لاموالك من السرقة والضياع والنصابين وبرضو ما تبالغ بمشترياتك اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وسرعة البديهة والقدرة على التواصل والاقناع يعني الاجواء ايجابية بتساعدك على انجاز بعض الامور المهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها ارتباط اما بالمواصلات او بالسيارات او بالاتصالات بالهواتف او الاجهزة الالكترونية اهم اشي اللي عنده امتحان او عنده مقابلة يدرس ويستعد بشكل جيد وما يرتجل وما يتسرع اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا المريخ ما زال ضاغط بشكل كبير واليوم بلش يرجع يشكل الزوايا التربيع الحادة وخصوصا موليد العشرية الثالثة واخر الثانية هدولا بدهم ينتبهوا من خلافات او نقاشات او حوارات او مشاكل عائلية او بيتية ممكن تظهر بعض الاعباء او القلق على احد افراد العائلة وممكن بعضك وخصوصا موليد العشرية الاولى ونصف العشرية الثانية يحقق بعض الانجازات الجيدة اللي العلاقة بالبيت او تقارب ما بينهم وما بين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء من اورانوس بتجيب بعض المفاجآت العاطفية خلال هذا اليوم اما لقاء او حوار او تواصل ما بينك وبين احد الاحبة او ممكن حوار او نقاش فعشان هيك حاولوا اذا كان في اشي حاد يعني اسلوب حاد او مزاج متعكر او عصبية تضبط عصابك وقدر الامكان ما في داعي للتهور ولا توجيه الكلام اللي ممكن يكون لاذع يعني حاولوا انكوا تكونوا مرينين وبرضو بتعمل تدعيم لعلاقتكم ما بينكوا بين احد افراد الاحبة او مثل الابناء او الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني بتدعمك بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل ولكن بالمقابل مع ساعات المساء ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال ما تقدر تنجزها بالكامل حاول انك تستفيد من بعض المعارف اللي يساعدوك في انجاز بعض الاعمال اللي تكون لصالحك في منكوا رح يهتم ببعض المسائل الصحية زي مراجعة طبية او اهتمامات لا امور الها علاقة بالصحة او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء الروتينية على مستوى طريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء بتتعاملوا على طبيعتكم فحاولوا انكوا توطدوا العلاقة اللي ما بينكوا او تترافقوا في مسألة ما او تناقشوا الامور المهمة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن فهوان بتتركز الامور على مسائل الها علاقة بالاموال المشتركة فاليوم في فرصة لتحصيل على مكسب او على انجاز او على اهتمام مالي معين في منكوا ممكن ينعرض عليه عرض معين اللي علاقة بشراكة مالية او انه يحصل بعض المستحقات اللي اللي له من اموال هو مدينها او كاف الاشخاص او ممكن انه مدين اشخاص فاليوم ممكن يحصل منها بعضها في منكوا رح يهتم ببعض المسائل الغيبية او الامور اللي اللي لها علاقة بالميراث او اشياء الها علاقة بالقضايا المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فبدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والاوراق القانونية والمعاملات حتى على مستوى الجامعة والدراسة والامتحانات وعلاقتك مع زملائك او حتى مع رؤسائك بالجامعة الاجواء ايجابية ودعمة فحاول تستغلها بشكل قوي لانها هي بتدعم كل الامور اللي احنا حكيناها والحظ بيدعمك بشكل كبير في هاي المسألة فما تضيعها من ايدك يعني اتحرك عشان تستغلها اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الامور بتركز على عطارد دير بالك من تشويه السمعة او بعض الاحداث اللي ممكن تشويه سمعتك او بعض المجازفات او المغابرات او الاتهامات فحاول قدر الامكان تكون مرن دافع عن حقك بوضوح بدون حدية وعصبية في منكو رح يهتم بانجاز بعض الاعمال او امور الها علاقة باحد الزملاء او رؤسائه بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا بيت الاصدقاء والقمر موجود فيه فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس لاعلان رأيك للحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة في منكو اليوم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يسعد بلقاء بعض الاصدقاء وخصوصا في ساعات المساء اما بالنسبة الى بيتك 12 بيت المتاعب هنا منقولك ركز شوي على بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل فما تراكم الاعمال عندك ما تهم الانجاز عمل ما حتى لو كان بسيط وبرضو بدك تهتم بشؤونك الصحية ومراقبتها من بعض المفاجآت وان شعرت بشيء غير اعتياد يراجع طبيبك والفترة هاي ممكن تحمل لك قلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج الدلو طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على العلاقات الاجتماعية زي يوم امس ولكن اليوم رح يكون اكثر تركيزا على العلاقات الاجتماعية والاصدقاء والعمل عمل جديد تحسين وضع عمل معين فاليوم المخ مشغول كله في هاي المسائل حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك وتنجز الاشياء المهمة حاول ما تخالف القوانين وما تحتد بتكون الامور لصالحك ودعمي اليك بالقوة الاجواء ايجابية فممكن انك تعزز كثير من الامور وخصوصا على ما ذكرنا اما بالنسبة للبيت الثاني منكم ممكن يهتم ببعض المسائل المالية او يحصل او على ارباح او مكاسب بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات والاهم انه تقللوا من مصاريفك وقدر الامكان في اجواء ايجابية دعمة على المستوى المالي وبتدعمكم بقوة ان استغلتوهم بالشكل المناسب اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمكم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات وبعز من ثقتكم بالنفس وقدرتكم على الاقناع بس اذا عصبت اعرف انك رح يتخرب على حالك كثير من الامور هاي اللي عنده امتحانة او مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وفي منك رح يهتم بمسائل الها علاقة اما بالسيارات او الها علاقة بالاجهزة الالكترونية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بتعزز نقاط او مفاجآت الها علاقة بالبيت او العائلة ممكن حدث او امر مفاجئ او شيء اله علاقة بمناسبة الها علاقة بالبيت فعشان هيك بدكوا تكونوا متهيئين لهاي المسائل الاجواء تحمل نوع من انواع الحدية في بعض الاوقات وممكن انها تكون سلبية في بعض الاوقات ممكن تنجز اعمالك الضرورية والمهمة او تهتم بصيانة او ترتيب او مشتريات او مسألة الها علاقة بالعائلة تهتم فيها بشكل اكبر او يصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهون الاجواء بتركز على مسائل الها علاقة بالعاطفة الاجواء الشوي اليوم ممكن تنشغل عن الحبيب او تهتم ببعض المسائل فيصير فيه نوع من انواع التقاعص او الابتعاد او الانشغال حاول تركز حاول توازن بين واجباتك وتخلي فيه تواصل جيد ما بينك وبين الحبيب على اساس انه ما يصير اي جفة او اي فجوة يصير من خلالها خلاف ممكن تهتم باحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالصحة فممكن تنجز بعض الاعمال او الامور على مستوى العمل او تهتم بانجاز بعض الاعمال او تهتم بمسائل الها علاقة بعمل جديد او واجبات بتحاول انك تحققها ولكن الوضع الصحي زي ما ذكرنا هو اللي شوي بده نوع من انواع الانتباه من بعض التقلبات او من بعض الامور الطارئة اللي ممكن تصير على مستوى صحتك او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة واليوم ممكن تعززوا علاقتكم بالشركاء او بالازواج فممكن اليوم يحمل مصالحة او تقارب او تلاقي او مرافقة في مسأل ما ممكن تظهر بعض المسائل القانونية او اوراق قانونية او تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بقانون او نص قانون او امور امنية او اوراق امنية اما بالنسبة الى البيت الثامن فالاجواء هنا يعني بتركز على بعض الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن اليوم تحصل على دعم او تسعى لتحصيل على دعم او شراكة مالية معينة او ممكن يبادر بعض الاشخاص انهم يعني يساعدوك في مسألة او يدعموك في مسألة ما الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية ولكن بدك تنتبه انه اي ورقة بدك توقع عليها او عقد او امور بدك تدرسها وتراجعها وتستشير اهل الاختصاص في هذا الموضوع يعني ما تجازف وما تغامر وانتبه من بعض المحتالين او النصابين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا من عطارد يعني مزعج شوي على مستوى البيت التاسع امكان بامور دراسة او امتحان او جامعة او امور الها علاقة بالسفر او بالتنقلات البعيدة يعني شوي بدك تكون حذر من كل هاي الامور اذا كان عندك سفر بدك تتفقد اوراقك ومعاملاتك وحجزك وكل ما يلزم للسفر بدك تتفقده بشكل جيد اذا كنت بدك تنقلاتك بالسيارة على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر ما تلتي وما تشغل فكرك في بعض المسائل لانه شوي الاجواء بتكون ضاغطة على امور التركيز اذا كان عندك امتحان جامعي مثلا بدك تدرس وتستعد بشكل جيد يعني بمعنى اخر بدك تركز على الامور انه يعني تكون حذر اثناء الحركة فيها لانه عطارد شوي بيضغط بالعصبية وبتشويش الفكر اما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا القمر موجود فيه فاليوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تحسين على عمله ممكن تنجح باثبات جدارتك هنا الرضا المسئولين حافظ على هدوءك وحاول يعني انك ما تثير الفتن بالفترة هاي هاي فترة مهمة وبتمنحك نوع من انواع الطاقة او الدعم ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الاقطاع حافظ على رصانتك وتمسك بمسئولياتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء فممكن تنشط بلقاء الاصدقاء او حوارك ما بينك وبين الاصدقاء وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتقارب ما بينك وبين الاصدقاء زي توجيه دعوة او لقاء او حفل او مناسبة او لمة اصدقاء عندك بسبب مناسب ما اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الاجواء بالجدي ضغطة فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تشعر ببعض التقلبات الصحية فبدك تكون حذر من الامر اهتم باعمالك وانجاز اعمالك وان شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن الفترة تكون القلق مش عصحتك انت يكون على صحة احد الاحبة او تهتم بمسألة بتتعلق باحد الاحبة برج الحوت طبعا اليوم الاجواء جيدة وما زالت داعمة بقوة لالكم فعشان هيك اليوم عندك رغبة للتحرك والاتصال والتواصل وانجاز كثير من الامور الاجواء بتدعمكم فحاولوا انك تستغلوها لقبل ساعات المساء وخصوصا بانجاز الاشياء الضرورية والمهمة ممكن تنشطوا بالحركة والاتصالات والامتحانات بالفترة هاي وتكون كلها لصالحكم اهم اشي زي ما حكينا امسك حالك ما تحتد ما تتقلب وما تخلي بافكارك السودة تسيطر عليك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالوضع المالي يعني ما زالت ضاغطة وخصوصا عن موليد العشرية الثالثة بنوع من انواع المصريف او القلق او الارتباك المالي في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية او ممكن انه يجي مال من عمل اضافية او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن زي ما حكينا حاول انك تسيطر على انفعالاتك وحاول انك ما تتهرب من الضغط باتجاه صرف الفلوس اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا بتركز على اورانوس اللي بيجيب لك تنقلات مفاجئة حوارات مفاجئة امتحانات مفاجئة اشياء الها علاقة بالاخوة والجيران كاحداث ممكن تهتم فيها بشكل اكبر اهم ايش انك تركز بشكل جيد ما في داعي للانفعال ولا للعصبية الامور بتمشي لصالحة اذا كان عندك امتحان او عندك مقابلة صحيح الاجواء بتدعمك ولكن ان درست بكون افضل واستعدت لهاي الامور اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على مسائل اللي لها علاقة بالبيت فممكن تهتم ببعض المسائل المنزلية او العائلية او انجاز بعض الامور اللي لها علاقة بالبيت من مشتريات او ترتيبات او وجبات منزلية او عائلية فممكن تهتم ببعض الامور اللي لها علاقة مثلا ببيت او تطوير بيت او ديكور بيت او مشترى لبيت او ممكن استئجار بيت يعني ترحل من مكان لمكان برضو الأمور بتساعد في هاي الأمور ولكن دير بالك من أنك تهمل وضع منزلي أو عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة وهي بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الأحبة خلال هذا النهار فممكن تنشط بحوار أو لقاء أو بعاطفتك أو ممكن علاقة عاطفية جديدة أو ممكن أنك تهتم بالحبيب أكثر أو تبادر لمساعدة الحبيب في مسألة ما يعني عشان هيك بدك تركز على الأمور بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية بشكل جيد بدون أي سوء تفاهم يكون ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الزهرة هنا بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وهي راح تساعدك في إنجاز بعض الأعمال ولكن حاول إنك ما تخلي الأعمال هاي تتأجل أو تأجلها لليوم آخر ممكن يظهر نقاش أو حوار أو خذلان من بعض الزملاء في مسألة ما أو ضبط أعصابك وتدخلش بنقاشات يعني حاول إنك كأنك ما شفت وكأنه ما صار شيء ما تعطي اهتمام كثير للموضوع وفي منكم ممكن يشعر بعض التقلبات الصحية اللي تطلب منهم مراجعات طبية أو مراجعة الطبيب أو حل أمر طبي معين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالشراكة وهي قوية جدا فحاولوا قدر الإمكان تعززوا من شراكتكم وعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج أو شركاء المال إذا كان عندكم أمور إلها علاقة بالقضاء أو أمور إلها علاقة بالعوراق القانونية ما تهملوها نهائيا وتدققوا بالتفاصيل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالغرامات أو إلها علاقة بخسارة أو إلها علاقة بضغط مالي أو ممكن حد نصب عليكم بتحاولوا تحصلوا أموالكم بتلاقوا نوع من أنواع الصعوبة ممكن تجيكم مصاريف أو فواتير أو متطلبات مالية مزعجة ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو دين أو نفقة أو قضية مالية معينة يعني الأجواء ضاغطة على مستوى البيت الثامن وقابل إنه يكون فيها مفاجآت مش جيدة لأغلب موليد برج الحوت أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأمور إلها علاقة بالسفر فممكن اليوم يصلكوا خبر سار من بعيد وتشعروا بقوة العاطف مع الأحبة بفترة مناسبة لإجراء مقابلة ممكن تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هاي الفترة من أفضل وأجمل أيام الشهر حاول تستغلها بشكل إيجابي اليوم بتكون الفترة عندك دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة ما في أي تأثيرات للكواكب بالعكس الأجواء تقريباً نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن دير بالك بس من المخالفات يعني مخالفات السير أو مخالفات قانونية أو مخالفات أمنية ومن بعض النقاشات اللي ممكن تكون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل باقي الأمور إجمالاً فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم من علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء فبمنحك لقاء أو توجيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع بعض الأصدقاء أو اتصال داعم يجيك من بعض الأصدقاء لإنجاز بعض الأمور المهمة يعني رح يساعدك في كثير من الأمور فاستغلها موليد العشرية الثالثة بس هم اللي بدهم يحذروا من خذلان بعض الأصدقاء أو حوار أو نقاش حاد ما بينه بين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريباً ما في تأثير للكواكب عشان هيك عندك قدرة لإنجاز أعمالك والاهتمام بأعمالك خلال هذا اليوم قل لي منكم ممكن يهتموا ببعض المسائل الصحية أو مراجعات طبية أو فحصات أو يعني إجراء لازم لبعض الأمور الصحية وهذه تأثيراتها بتيجي طبعاً من بيت المتاعب أو بتيجي برضو من المقابلة للشمس لأنها برضو بتضعف من الطاقة ممكن القلق يكون مش على صحتكم ممكن على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة